ازايكم تدعين عاملين ايه يا رب وكنوا بخير وفيديو بتاعنا نهاردة هعمل مقارنة بين شخصية شارون باللبس الجديد واللبس القديم بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة ودفع جراس تنبيهات علشان نوصل لها كل جديد ويلا نبدأ الفيديو اه اعمل المقارنة بين اللبسين طبعا اه عنده عندنا عندي هنا شارون اه البلد بتاعها او البناء بتاعها كله متقفل اه تفاصيل كلها متقفلة هنا عندي الانرجي اتاك فيها تمانية وتلاتين الف انرجي اتاك وطبعا انا رافع اللبس لاقصى حاجة اللي هو المسك او الخرافي فا هوريكي الاحصائيات بتاعة اللبس عندك هنا اه مش شخصية مش كويس خالص وما نصحش حد انه يجيب اللبس ده اه عندك مسلا من نايت افضل من الشخصية دي بكتير وبرضه عندك افضل من الشخصية دي فعشان تشتري هولك واللبس ده اللبس ده مش كويس علشان تشتري مش كويس نهائي باللبس ده حتى مع اخر لبس الشخصية مش كويسة نهائي مش هتقدم لك اي حاجة في الاكاونت فما نصحش حد يشتري اللبس ده لزبايدر مان اه باللبس ده واللبس ده كويس وكيادة الكارنش فانت لو بتفكر في كيادة الكارنش اه طبعا الشخصية ده اخير هتيرتو مالهاش ولا تير سري ولا واوكد فانا هنصحك باللبس ده لو هتشتري كيادة الكارنش بس برضو كارنش في احسن منه في النوع بتاعه اه زي قال مسلا افضل منه وهي عندك برضو اه اكلبوس برضو افضل من كارنش فما نصحش حد برضو يعني انت لو عايز اللبس ده اللبس ده برضو كويس وفيه باسف بتاعته بيزود اه بيعمل دمش زيادة بنسبة مية وعشرين في المية ضد الابطال اه بروفوسر اكس اه اللبس مش بيقدم كتير قوي عن من غير اللبس يعني مش شايف ان اللبس يستاهل حتى لو هو من غير اللبس هيكون افضل ليك يعني بس البروفوسر اكس طبعا شخصية صعب انك تجيبها وبتيجي من الغرفة الخطر وصعب طبعا انك تجيبها وترفعها بالنجوم يعني محتاجة محتاج من الاول كده خمس اه كياسات من غرفة الخطر للبروفوسر اكس اه وتبدأ ترفعها بالتيكت او التذاكر او ميجا رانك او ميجا ست نجوم وبعد جدا تديها ميجا ترتوم ناخد اللبس هو اللبس كويس بس ما شفتولوش فيديوهات كتيرة ومش رافع الشخصية لان مش حاب الشخصية بس ممكن الشخصية ممكن كويسة انا معرفش صراحة الشخصية كويسة ولا لا كل الاحصائيات اللي كانت موجودة في اللبس هو عندنا هنا اللبس ده اه طبعا متقدم عن اللبس اللي هو الجديد بتحشرهم بحوالي الف وتلتمائة انرجي اتاك. فبرضو دي نقطة تحسب للآ للبس ده ان هو متقدم على اللبس الجديد في الانرجي اتاك. وطبعا عندنا عندي هنا ستة امية واحد انرجي اتاك جاي من لبس بتاع سبيدر مان. فاللبس الجديد برضو يكون افضل واقول لكم على البفات اللي اخدها. لو جينا هنا على او حسائيات الينوفورب. عندي هنا آآ زاد خطر الدرب بنسبة خمسة وعشرين في المية. هو آآ زاد خطر الضرب ده لما انت بتضرب. فتزود الضرب بتاعك بنسبة خمسة وعشرين في المية. لو جينا نبص على القديم فعندها عشرين في المية. خمسة وعشرين في المية خمسة في المية كويس قوي. واللبس برضو يستاهل. يعني مش وحش اللبس. لكن لو جينا الاسكلات هي نفس الاسكلات مفيش اي اختلاف نهائي. الا في اسكل اربعة آآ ما بقاش فيها فبرضو دي نقطة يعني مسلا ممكن تعتبرها ميزة وممكن تعتبرها عيب. لو تعتبرها ميزة فانت كل وانت مستخدم الاسكلة اربعة دي. كل ما حد يضربك. هتقدر انك تزود الدمج بتاعك. فاللبس ده هيتقدم على اللبس القديم في الدمج في حوار انها كل ما تضرب الدمج بتاعها هيزيد. وطبعا هنا الروتيشن بقى اسهب من الاول بكتير. في حوار انك مسلا تضرب تلاتة خمسة ممكن ثانية واحدة وتضرب اربعة. لكن الاول كنت ممكن تستنى لحد ما هي ما تنزل الرمح بتاعها علشان تقدر تستخدم اسكلة اربعة. وده طبعا ههرك الفرق ده لما دخل دلوقتي عمل لكم بتاعها الصح. وطبعا كان في لها مراجعة وبناء للشخصية دي فانا هسيب لكم المراجعة بتاعتها في صندوق الوصف. يريد تتفرجوا عليها لو. مش متعرفوش البناء بتاع الشخصية الصح. طبعا بتاعها هيكون تلاتة خمسة ثواني وتضرب اربعة. واسكلة خمسة مكملة معك لحد الاخر. لو جينا نجرب اليونفورم القديم. هوريكو برضو ان خمسة مش هتكمل. مش هت لو كانسلتها مش هتكمل معك. لو دوسنا تلاتة خمسة اربعة. خمسة ما تعملتش. برضو نجرب تاني. خمسة برضو لانزلت متأخرة فانت لو عايز يكون معك سهل واسهل. فانصحك باللبس الجديد. وطبعا اللبس الجديد. اقوى من القديم بكتير. وبفرق مسلا ممكن هيفرق معك في ارقام معركة الفرقة. اللي بتاخد منها مواد الاواجد. فانت لو مهتم بالمعركة الفرقة دي فانصحك باللينفورم ده. اللينفورم وجاب معي تقريبا اربعة مليون وتلتمائة الف. انا اسيب لكم الفيديوهات دي في الاخر ان انا لعبت باللبسين. وطبعا اللبس الجديد يعني انا معرفش ماليفتش هلعب بي قوي. فانا بلعب بالقديم احسن من من الجديد. فلو انت ما جبتش اي لبس لشارون فانصحك بالجديد وتجيبه. لكن القديم ممكن تفكر على البلاك انك تشتري اللبس الجديد ده. وخصصا انك هتشتري ب 875 كريستل. فاستنى للبلاك فرايدي ويشتري اللبس الجديد لشارون. اه وهسيب لكم بقى الجيمين اللي انا لعبتهم في معركة الفرق في اخر الفيديو. وده بس وده كان فيديو النهاردة واتمنى ان اعجبكم. ولو لسه مشتركتش في القناة انزل ده اشترك في القناة وفع جرس التنبيهات علشان وصلك كل جديد. والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة